بما أن أسعار الفراخ بقت غالي نار والبط خلاص دخلوا البورصة وما حدش بقى عارف يعزم حد تعال أقولك إزاي عزمت أهل جوزي النهاردة في الموسم وأكلتهم فراخ أحلى من البط أوالله دي تنافس البط بقوة هتستوي معاك بسرعة وهتعملي منها أحلى شربة ربنا ما قطها عادة أبدا هقولك بقى على طريقة كشكة ألمص على أصوله أحلى كشك فيك يا جمهورية قبل من ابتدي فضلا شجعيني بقى أجمل لايك وشارك الفيديو مع أصحابي يلا سمي بالله وصالي على رسول الله وفرمت بقى بسرعة كده طلت بصلات كبار لأن العزومة دي بالآخر اتعملت كده في ساعتين ما في شغيرهم حطت على البصل معلقتين ملح معلقة فلفل سود وشوية من الحبهان البودر وهبتدي أدعك البصلة كده بالتوابل وعلى طول بقى جبت الفراخ بتاعتي اللي أجمل من البط اللي هي الفراخ العتائي ودي بقى اللهم بارك كانت فراخ مسكرة فراخ عتائي سعيدي ما شاء الله تبارك الله وطبعا احنا عارفين ان سعر الفراخ البيضة بقى غالي قوي قوي وهي ما شاء الله يعني سعرها تقريبا في حدود 90 جنيه لكيلو خلاص الفراخ البيضة قربت لسعرها والبط طبعا ما بقاش حد عارف يجيبه والبلد الصغير طبعا سعره عدى تقريبا 140 جنيه فهي الخيار الأمثل لأحل عزومة والله يا جماعة لحمها تحفى كأنك بتاكل بط بالزبط وطبعا شايفين ما شاء الله السمونية والدهون اللي فيها دي بتحليلك طعم الشربة جدا يعني أنا بحب أجيبها كده دايما وخزن شربتها كأني عاملة بط بالزبط عايزة أقولك وأنا بنضافها قطعت كمية كبيرة من الدهون عارفة الدهون بتاعتها دي أنا بخدها كده تفروميها مع شوية محشي الله عالجمال قولولي بقى بتعمله كده زي دهون البط بالزبط تقطعها على خلطة المحشي تبقى رهيبة بتدي دسم وطعم حلو قوي يلا بقى تبلتها كويس كده وطبعا هي نظيفة عندي فلة وعملالها محلول نقع وعلى طول بقى كتفتها وتعالي بقى نشوفها نسويها ازاي أنا طبعا عشان مستعجلة وعايزة أطلع شربة حلوة عشان أعمل بقية الأصناف فسلقت اتنين في حالة الضغط واتنين هسويهم سوى عادي طبعا في حالة الضغط خدت نص ساعة بالزبط حطيت بقى معلقة سكر بتدي طعم حلو للشربة والسكر بقى هو اللي بيصرع لك التسوية حطيت فلفل اسود حطيت حبهان ورق لورة وتماطم على شوية جزر وخدي عندك بقى أحلى شربة بالنسبة بقى اللي هي هتستوي في حالة الضغط فديت حط الملح بتاعها لكن التانية مش هحط الملح غير ايه لما تستوي تماما يلا بقى كده نجهز الخميرة بتاعة كشكة ألمز ودي بقى أجمل طريقة هتعملي بها الكشك ركزي معايا بقى في الخميرة هنحط معلقتين كبار دقيق على كباية من الزبادي على حوالي كده كبايتين من الحليب قدوا نص كيلو وهبتدي أدوبهم كويس وادوب الدقيق وهسيبها على جمع يعني ربع ساعة كده ودلوقتي اللهم بارك شايفين الشربة الخطيرة اللي طلعت من الفراخ العتائي تحفة ما خدتش في حالة الضغط نص ساعة معلقة سامنة كبيرة كده وابتديت أحط البصل المتقطع وهبتدي تدي له رشة من الملح ورشة من النشا عشان يقرمش تشويحة كده والبصل بتاعي لازم يكون لونه دهبي فاتح هبتدي بقى كده أخد تلات تربع الكمية وهسيب بس معلقتين بصل مقلي في معلقة السامنة تمام دي بقى اللي هزاين بيها لطباق وما تحرقيش البصل قوي سيبيها ده بفاتح كده دلوقتي بقى هنزل بنص كباية من الرز حوالي 100 جرام بس ما تقطريش الرز لأنه أصلا أما بيقعد بيبتدي الرز ينفش فيه ويتقل فما تقطريش الرز وبتديت أحط كمان ايه معلقتين دي ايه الخطوة دي بقى بتخليلك الكشك تحفة إنك تحطي دي متشوح مع رز متشوح وكمان على الخميرة اللي احنا عاملينها فهتغذي أحلى طعم للكشك نزلت بقى بشوية من شربة العتاء الأمر كده وهسيب الرز يستوي قد عشر دقيق بصي هنا القوام تقل معايا وتأكدت تماما أن الرز استوى هنزل دلوقتي بقى بخميرة الحليب والزبادي وخدي عندك أحلى شوية كشك هو ده بقى الكشك المصري على أصوله القوام طبعا هيتقل ولازم في المرحلة دي برضو تصبري شوية وتهدي النار وتسيبي القوام يتقل أكتر وكمان الدقيق تتأكدي إنه هو استوى طب يا موريانا وأنا بعمله كده حسيت إن القوام لسه خفيف معايا هقولك زاودي معلقتين دقيق في نص كباية ميا طب يا موريانا أنا حساة إنه هو تقيل معايا هقولك سهلة زاودي شوية حليب أو شربة المهم القوام بتاعه يا جماعة يبقى وسط لهو تقيل ولهو خفيف لإنه لسه هيبرد وهيختم وهيبقى أتقل من كده فإحنا لازم القوام بتاعنا يكون زي البشامل الخفيف كده والله ريحة تحفى الطعم والله مبارك مش قادروا يصفلكو أجيب طبعا اللي بيحب الفراخ العتائي ويجربها هيعرف أنا بتكلم في إيه التقلية المقربشة بقى فيه الوش بس مش هحط إيه على كل الأطباق لإنه مش كله عايز تقلية نجهز بقى بشوية رز أبيض في السريع معلقة السمنة وشوية الزيت ويلا بقى نشوح الرز أهم حاجة في الرز الأبيض عشان ما يعجنش معاكي الخطوة دي اللي هي التشويح في المادة الدهنية لغاية ما يوصل معاكي كده وبعدين ابتدى يفرد تاني هننزل بقى بالشربة أنا هسقي نص شربة ونص ماية مغلية لإنه لو تسقى كل شربة هتلاقيه معجن قوي بس ما تقلقيش خالص أدام شوحتيه كويس في المادة الدهنية عمره ما يعجن زبطت الملح بقى والله مبارك الفراخ اللي كانت في الحلة العادية خدت معايا حوالي ساعة واربعين دقيقة بالضبط كده وكانت جاهزة ومشاء الله تحفظ زي ما قلتلك هي عطائي صعيدي وما خدتش معايا وقت كبير وقبل التحمير اديتها كده شوية من الحليب فوق الوش الحليب بقى تدهيني بالحمام تدهيني بالفراخ وانت بتحمريها بيديكي لون تحمير ممتاز ويلا بقى شغلت التصاط ومعلاقة سامنا هنا وهنا وابتدينا بقى نحمر الفراخ العتائي والصراحة ما بعرفش كلها غير محمرة كده هنا بقى سلفاتي الأمراض الفاطمتين كانوا وقفين جنبي وعملون يقولوا حسب يا مريانة ايه ده انت ازاي وقفة جنب النار كده والطرتشة دي يقولهم يا جماعنا سدادة ما تقلقوش حسد ياد اجمد انت هو بكانك طبعا انا والفراخ بقى واللسوع يعني مش عايز اقولكو قصة طويلة هما بيقولوا لا احنا بنحط غطى كده نداري اي لسوعى او بنقفل الغطى وهي بتتحمر سلفاتي حبايب قلبي والله اخواتي بجد ربنا يحفظهم ويبرك فيهم ويرزقنا دايما المحبة والود بصي بقى كده الكشك اتفرجي معايا على القوام ولا الريحة والطعم ازن اللون باين الطعم كده والقوام ما شاء الله مصبوط 100% بصوا بقى شوية الرز المفلفلة بشربة ده ولا شربة الفراخ العتائي ولا العتائي نفسها الصينية اللي ندي كسب البشامل بس طبعا الفيديو عشان ما يطولش اكتر من كده هنزل لكم طريقتها في فيديو تاني ودي اصناف سهلة وبسيطة واي اسرة مصرية بسيطة باذن الله تنفزها في اي عزومة يعني العزومة مش بكتر الاصناف هي بس باللمة الحلوة والروح الحلوة اللي بتجمع الكل ومن اراد ان يبارك الله له في رزقه ويطيل عمره فليصر رحمه ربنا يبارك في زوجي ويحفظكم اجمعين ويحفظ كل اهلنا يا رب حبيب قلبي كل سنة انت طيبين وبخير بحبكم في الله كان معاكي شيماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته